سأرى دابع كالاء الآخر que سوف نحاول لحقها الى مستخدم أو كيف يختار قليلا عنه نموية سوف نحيطها من كال ولكن سوف يتحدث في البرونات لماذا؟ لأن لوجيك ما الذي قلنا سوف نحيطها من car ولكن سوف يتحدث في parent لماذا؟ لأن الاجتماع الذي قلنا vehicle وهي vehicle وهو car وهو child الابن يمكن أن نضيف ابن وحدا أخو مثلا وهو motorcycle يمكن أن نضيف ابن وحدا أخو وهو truck وهو cameo هؤلاء كاملين عندهم واحد القاسم مشترك وهو اسم وعام لكي يخرجه لذا لم تكن نضيفهم في كل أنتيت وفي child يعني من الأحسن سوف نضيفهم ال parent لكي لا يكون لديهم repetitive يعني repetition on-niveau لذا لماذا؟ أنا أدرك on-niveau vehicle name وyear من بعد الماتود getType on-niveau parent غير هو هادكار وهو child لديهم واحد ما بين vehicle وcar parent child هادكار 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 نبدأ الكود على نiveau prototype كيف نقوم بإمكاني constructor vehicle سيذهب هنا ونقوم بإمكاني function vehicle ما قلنا بإمكاني function vehicle properties name year وعند ماتود هذا name وyear نقوم بإمكاني arguments ومن بعد نقوم بإمكاني لأنه سوف تغيره من حسنا حسنا نقوم بإمكاني method getType سيكون on-evo prototype من بعد نسمة method getType سأعرف vehicle لذلك console vehicle حسنا الآن لا تستطيع كيف لديهم لا كيف سنقوم بإمكانك نقوم بإمكانك من الأن ونقوم بإمكانك suite وسنقوم بإمكانك المزيدة ونقوم بإمكانك اوكي هذا ال Name و Year ليس لن نقرأ أحدهم جديد هنا لا نحاول نختار ما يوجد هنا لذلك في حالة إنفوان سأضع مرسيدس 2019 سوف نقرأ هذا ما يوجد هنا لا أعرف ما يوجد منهم سوف يوجد من هذا ال Constructure اوكي سنأتي هنا ونعمل في Vehicle ونعمل بـ Call سوف نقرأ هذا ال Name و Year الذي يوجد في Vehicle اوكي ونرى هنا سوف نقرأ ال Constructure هناك شيء أغير في نفوة الكود لذلك CarPrototype VehiclePrototype لذلك عندي ال Function هنا ونرى ObjectIsNotDefined لذلك عندي هنا إنسة واحدة ال B لذلك Object Create لأن ال Object هو واحدة ال Constructure سوف نقرأ ال Instance لذلك واحد ال InCommon ونقرأ ال Console.log كيف لا ترى ها هي سوف نقرأ شوية الكود ها هي ال Breakpoint وهي Vehicle name Mercedes وليه في 2019 ونقرأ ال Car 1 ونقرأ اكسد المثود ها هو عن اكسدي ها هي Automatic Mo Mercedes 2019 سوف نقرأ اكسد المثود الذي يوجد في parent ليه GetType ونقرأ GetType GetType سوف ترى ها هي افيشات Vehicle كيف لا ترى ها هي لا ترى ها هي ها هي InCommon سوف ترى ها هي Vehicle كمانتها لا ترى ها هي اوكي ها تقدر اكسد المثود الذي يوجد في parent ها تقدر اكسد Name ها هي name ها هي Mercedes و Year 2019 ها هي ها هي ها هي ها هي ها هي ها هي هذا هو موضيفت هنا لديه واحد ونموضيف لذي سوف تغير اصبح ddd ها هي مرسيدس لذا لم تكن موضيفت من من ها هي موضيفت من المنشي وتقدر ها هي كملة موضيفت موضيفت أي لا يبدو موضيفة اوكي لنعرف كيف كيف هذا البيتاج هنا سنرى هذا الـ object create من بعد سنعمل بهذا الـ vehicle call this ولكن لا يوجد هذا الـ logic على نiveau الـ syntax سوف يبقى تعمل في حلقة الـ inheritance لا يمكنك تبتل ولكن سوف تتعرف الكثير من الذي يجب أن تبتل الـ prototype والـ debug code وتفهمه جيدا سوف تفهم هذا البيتاج وكيف يفوكسونه على نiveau الـ JavaScript كيف يجب الـ prototype ما يجب أن الـ code ليس readable يعني ليس سهل في القرارة سيكون شوية لوجيك في القرارة والآن سوف تفهم هنا كيف سنحقهم هذه الـ vehicle أو كيف سنكون الـ code بالـ class لنا اجيل له ونرى هذا الـ car سوف نضح الـ construction ونضعه في الحال سوف نضح الـ disname start سوف نضح الـ instances ونضع إلى each class ووانا آخر شبقه الـ class سوف نضح الـ vehicle حسنا هذا الولى ماذا فيها؟ فيها CONSTRUCTURE CONSTRUCTURE في NAME و YEAR هذا NAME و YEAR سيطرع لهم AUTOMATICMO NAME و YEAR كما قلنا سنعمل بواحد THIS NAME اذا نكشف هذه هي THIS NAME NAME THIS YEAR ومن ثم نعمل الميطود نعمل الميطود 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 لا نعمل نعمل الميطود نعمل الميطود نعمل ونضع CONSTRUCTURE VEHICLE ماذا يجبون ماذا يجبون ماذا يجبون كيف سنجبون نعمل XTEND نعمل XTEND ما نحدد لدي الCAR و VEHICLE نعمل ونضع VEHICLE ونبدأ الCONSTRUCTURE سنضع SUPPER SUPPER هو ما سوف تدفين كما نريد الموضوع على نiveau هذا الموضوع سوف نقصد نعمل 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 ونعمل 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 هنا نعمل اختبئ ستغل نعمل مرسيدس 2019 ماذا يصبح الموضوع هنا يكون VEHICLE أو VEHICLE 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 Parent ماذا الموضوع الموضوع أو وعند وعند هنا الموضوع هي وعند موضوع وعند الـ موضوع وعند الموضوع وعند الموضوع ونقدر نغير instances لذا هذا الذي اخذنا وحاولنا ونعمل سوف نشرحكم كما سأخبر لكي نجعل التصريح نضع ونضع ونضع كيفيني الكار هنا الكود لا يوجد أولا أي ميتود كاملين بره بره الفنكشن هناك الميتود كتعرفكم هذا الميتود رديل هذا الكلاس أو هذا الميتود رديل هذا الكلاس لا يوجد شيء في Syntax التي تحدد كورة هذه كورة إنهاريتم يقول الكود يعني في حالة يعني في حالة كورة إذا كنا نهاريتم ولكن Syntax لا تقريبا للغاية بالضبط هناك قريبا للغاية اللغة الإنجليزية يعني Extends نقول هذا الكار اللي هي يعني Extends يعني نحضركم هذا هو بره حسنا في حالة هذه الكلاس أخبرنا لدينا واحد 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 من أجل المنزل من أجل المنزل ونقمناهم في ملاسة واحدة ونقمنا ونقم المنزل ملاسة واحدة ونقمنا عندما كنت أدخل أيضا نكتبه بشكل صورة صورة كان هذا عرفنا هنا كل كلاس كيبورد أغير وإنهار بشكل صورة من البروتوطيب ونحاولنا نتشاهد من أجل المنزل ونحاولنا بشكل صورة ونرى ونشوفوا إنه اللي يحسن. من نسبة لي. البروتوتيب خصوصك عفو كيف يتفنكسوني. الانهاريتم في البروتوتيب خصوصك عفو كيف يتفنكسوني. هذا الـ underscore, 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 underscore ونظر لديك البروتوتيب تعرف فلشكه عكسيدي الذي يكون فيه دائما يكون في دائما. سيئاً تم تحتاج البروتوتيب. ولكن من بعد، دونيكما سكيبت 6 الـ class keyword يخدم به لتسامبي فيه لتسامبي في الكود ويهو اللي مو عيد بل. مهري هو ذلك الـ end of the hood خصوصك تعرف كيف يتفنكسوني. لأنك غتتطاع في ذلك. خصوصك تدابع الكود وتشبه شيء ديبر الكود ديالك. يعني من الأحسن تفهمه. شكراً للمشاهدة هذا الفيديو. شكراً للمشاهدة.